عمر عصر يؤجل رده على اتحاد تنس الطاولة بعد توجيهات الرئيس السيسي قرر اللاعب المصري في تنس الطاولة عمر عصر تأجيل رده على البيان الصادر من اتحاد اللعبة ضده ويأتي هذا القرار بعد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عصر الذي ودع منافسات فردي تنس الطاولة في دورة الالعاب الاولمبية بباريس لعام 2024 من الدور ربع النهائي اعلن عبر صفحته على فيسبوك تأجيل رده على البيان المسيء الذي اصدره الاتحاد المصري لتنس الطاولة وذلك احتراما لتوجيهات القياد السياسية وتصريحات المسؤولين واشار الى ان هذا التأجيل سيستمر حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالوثائق المقدمة الى وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الادارية واوضح عصر ان هناك قلقا من ان يتسبب الوضع المالي للاتحاد المصري لتنس الطاولة والذي كشفت الوثائق عن تفاصيل مديونياته في عرقلة تسجيل اللاعبين المصريين في البطولات الدولية مما قد يفاقم من الازمة الحالية وفي سياق متصل اكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان توجيهات الرئيس السيسي تتضمن اجراء تقييم شامل لاداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في اولمبياد باريس جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء حيث اشار مدبولي الى ضرورة تقييم اداء الاتحادات الرياضية بعد انتهاء دورة الالعاب الاولمبية معربا عن الامل في تحقيق نتائج افضل في المستقبل كما اكد مدبولي على اهمية تكثيف رعاية الشباب الموهوبين الرياضيا وضرورة وجود خطط واضحة من الاتحادات لتأهيلهم للمشاركة في الفعاليات الرياضية الاقليمية والعاليات من جهة اخرى احتلت مصر المركز الثاني والخمسين في الترتيب النهائي للاولمبياد متساوية مع الارجنتين وتونس بعد تحقيق ثلاث ميداليات متنوعة حصل احمد الجندي على ذهبية في الخماسي الحديث وسار سمير على فضية في رفع الاثقال بينما حصل محمد السيد على برونزية في السلاح يتم ترتيب الدول بناء على عدد الميداليات الذهبية وفي حال التعادل يتم النظر الى الميداليات الفضية ثم البرونزية واخيرا الاجمالي الاجمالي للميداليات وفي وقت سابق كشف عمر عصر عن مجموعة من الازمات التي واجهها قبل مشاركته في اولمبياد باريس لعام 2024 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر